اشتركوا في القناة الاتي من حب الخير للصديق كحب الشخص لنفسه تماما وهي رابطة اخوة من نوع اخر وجدت لتعطي للحياة طعمها فيها يكون الصديق لصديقه مستودعا للاسرار وحافظا للعهد وكتفا يحمل معه تعب الايام ودليله الى الخير ومبعده عن الشري فترى الصديقان يسيران في درب الحياة مستنسان لا يشعران بقسوتها ولان للصداقة اهمية عظيمة في حياة الانسان فعليه ان يحافظ عليها حيث يكون ذلك في السؤال عن احوال الصديق والاطمئنان عليه ومساعدته عند الحاجة والصبر على زلاته وهفواته ونصاحئه وتوجيهه للخير ونهيه عن المنكر والحفاظ عليه في غيبته فلا يذكره احد بسوء في مجلس هو ليس فيه وبكتم سره والدعاء له بالخير في ظهر الغيب وذكره بما يحب من طيب الكلام فالصداقة لا تعني سوء القول وقوة العلاقة لا تقاس بالسباب والشتائم الاحتفاظ بالصديق واجب مشترك بين الاصدقاء فحفظ الود والصداقة يبدأ بتقبل الاراء والاختلافات فلا خلاف يفسد الصداقة ويتقبل نصح الصديق دون حساسية ذلك لانك تثق به وتحب له للخير لك منذ اختياره ليكون صديقا فالصديق مرآة صديقه ادل على عيوبه ليتفادها وعلى الخير فيه ليطوره والصداقة تقتضي المصارحة لاستمرارها كما ان الصداقة لا تعني فحش القول وتوجيه الشتائم للصديق للدلالة على متانتها بل علينا ان نحسن القول دوما وان لا نذكر اصدقائنا الا بما يحبون من القاب فلنحسن اختيار اصدقائنا ليكونوا لنعونا عند الحاجة وهناك مجموعة من الصفات التي يجب ان يتصف بها الصديق الحقيقي حتى يكون كذلك ومن هذه الصفات ما يأتي يستمع الصديق الحقيقي لصديقه باهتمام دون بحث عن رد لما يقوله فهو يحبه ويستمع اليه ليشاركه ما يشعر به يقول الحقيقة دون نفاق فيتبادل الصديق الافكار والمشاعر مع صديقه الحقيقي بكل حرية وصراحة وصدق فهو يعلم مدى اخلاص صديقه له يحافظ على الصداقة رغم الاختلافات فالصديق الحقيقي لا يستميل الطرف الاخر بالموافقة على ارائه او ما يحب فهو لا ينظر الى اختلاف الاراء الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية يظل على اتصال دائم مع صديقه حيث يحترم الصديق الحقيقي تغير العلاقات الاجتماعية لصديقه كما يبقى على اتصال دائم معه مهما تبعدت الاماكن واختلفت الظروف يفهم صديقه بعمق يعتبر الصديق الحقيقي مرآة لصديقه فهو يميز ما يحب وما يكره كما يعرف طباعه جيدا ويستطيع ان يسمعه ما يريد بالوقت الذي يحب يمكن الاعتماد عليه اذ اعتز الصديق الحقيقي بعلاقة الصداقة فهو يعرف صديقه جيدا ويقف معه لو كان العالم كله ضده يشارك الصديق الحقيقي الاسرار والمعلومات الشخصية مع صديقه فهو شخص جدير بالثقة ويعتبر الامر كذلك بالنسبة لصديقه ينصح صديقه حيث ان الصديق الحقيقي يبدي رأيه ويقدم النصيحة والمشورة لصديقه دوما وفي كل امر عند البحث عن الصديق المناسب يفضل اختيار صديق ملهم حالم يشارك الشخص في احلامه فقد ينظر في بعض الاحيان لمثل هؤلاء الاشخاص على انهم غير واقعيين لكنهم في الحقيقة قد يمتلكون نظرة ثاقبة لبعض الامور بحيث يفكرون في الاشياء بطريقة مختلفة عن الاخرين ويمكنهم مساعدة اصدقائهم على الشعور بالحيوية اتجاه العالم كما ان لديهم القدرة على الابداع لنهم يعتقدون بان كل شيء ممكن في هذه الحياة كما يفضل اختيار صديق ذكي وملهم رائع يحمل الكثير من الحكمة وقد لا يحمل مثل هذا الشخص نفس المهارات او الاهتمامات لكن وجود مثل هذا الشخص المرشد يساعد كثيرا على الهام الشخص على السير في الاتجاه الصحيح عن طريق تقديم الارشاد والالهام الضروريين كما ان التواجد مع مثل هذا الشخص يساعد على تطوير وتحسين النفس كل يوم وايضا يمكننا يعتبر صديق الصادق احد افضل الاصدقاء الذين يمكن الحصول عليهم فالثقة والصدق يعتبران حجر الاساس في اي علاقة لهذا يجب الحرص على ان يكون الصديق من الاشخاص الذين لا يكذبون فهذا الصديق يخبر صديقه ما يجب عليه ان يسمعه على الرغم من انه قد لا يقدر هذا الشيء في الوقت الحالي الا انه سيقدره لاحقا كما ان الصديق الصادق يوجه صديقه لما يناسبه فالصديق الصادق هو صديق داعم بصدقه كما ان الصداقة عهد بين القلوب وتقارب بين الارواح ورابطة تكاد تكون اقوى من رابطة الدم لانها مبنية على اختيار الاصدقاء لبعضهم البعض فهي من اجمل الروابط الانسانية وبها يصبح الصديق الامان الذي يأوي اليه قلب صديقه فمن يملك الاصدقاء يملك الكثير من الاشياء التي لا تشتريها الاموال خصوصا ان كانت الصداقة حقيقية مبنية على اساس الوفاء والاخلاص والحب الصافي وهي ايضا لا شأن لها ببعد المسافة او قربها لان الصديق يحمل اخلاصه لصديقه اينما ذهب ويضل وفيا لا